قصص و عبر قصص و عبر يحكيوا على معلم يقري في ستة عميان ربي يحفظكم ويعطيكم حسن البصر نهار من نهارات قال لهم باشوا نزوروا حديقة الحيوان فرحوا فرحة كبيرة وبقاوا ينتظروا في هاك اللحظة بفارق الصبر قال واحد منهم خسارة مناشي باش راو شي قالوا صاحبو علىقل نشموا ريحة الشجر ونسمعوا الطيور والبشر وقال لاخر نلمسوا ونسمعوا نتخيلوا جاء نهار اللي يخرجوا فيه للزيارة وصلوا للحديقة دخلوا طلب المعلم من الحارس باش يسمح لهم يلمسوا حيوان من الحيوانات اللي ما منهاش ضرورة على خاطر الجماعة مايراوش قال الحارس عندنا فيل موالف ما منه شر حللهم القفص وكان اللي عمل كما تفكوا دخلوا لقفص الفيل لول المس الخرطوم سئلوا المعلم على شكل الفيل قالوا سيدي يشبه الثعبان الثاني المس الذيل سئلوا المعلم على شكل الفيل قالوا سيدي يشبه الحبل الثالث المس الناب سئلوا المعلم على شكل الفيل قالوا سيدي يشبه الخنجر الكبير الرابع المس رجل من رجلين الفيل سئل المعلم على شكل الفيل قال له سيدي يشبه جذع الشجرة الخامس المس جنب الفيل سئل المعلم على شكل الفيل قال له سيدي يشبه الحيط السادس المس وذن الفيل سئل المعلم على شكل الفيل قال له سيدي يشبه المروحة ولكن الفيل هو الفيل الحكاية يا سامعين جارية من سنين ترجع لليونان في قديم الزمان وبالتحديد للمعلم أفلاتون والعبرة كون الحقيقة ما تتراش من زاوية ضيقة ولا من جانب واحد يلزمها الإحاطة الشاملة والتجربة الكاملة النسر قالوا له كيفاش أتراه فريستك في الأرض وأنت في العلالي قال حدة البصر وبعد النظر وإن شاء الله يرزقك من المولى الصحة وطول العمر قصص وعبر